ايوه متفضل السلام عليكم عليكم السلام شيخ رامي عيسى متفضل حبيبي مشتاق لك وهوية حياك الله اشتاقت لك الجنان ان شاء الله عرفت اسمي لا لا والله يسمحني المقنع وياك المقنع هلا هلا حبيبي حياك الله حياك الله اولا يا رمضان كريم على امة المسلمين اجمعين اللهم صل على سيدنا الحبيبي محمد وآل محمد امين يا اخنا رائد منك سؤال بس كنت جاوبنا علي تفضل تزال تفضلك السؤال هو كل تالي لماذا تترضون على من قتل فاطمة الزهراء منهم عمر وابي بكر والحديث في صحيح البخاري كتاب فرض الخمس الجزء الرابع رقم الصفحة 42 حديث 1926 ماذا في الحديث السؤال هو كل تالي لماذا تترضى على من قتله فاطمة الزهراء فهي باتت غاضبة من عمر وابي بكر أنت سني أمشي الأول أنا شيع الحمد الله والله مرحبا فقط أقول لك هذا السؤال وأريدك أن تجاوبنا وسوف أغلق الخطة طيب أنت من شيعة العراق اسمك يجب أنت الحمد الله أنا المقنع وياك المقنع لا أتذكرك لا والله لا أتذكرك مش مهم مش مهم يا المقنع متابعين تذكروني متابعين تذكروني وحد يتذكروا خليك معي كده ما نسأل المقنع أسألهم يا جمهوري تعرفون هذا المقنع اللي من العراق اللي بيتصل عليها؟ إن شاء الله الجمهور يعني نشوف مئات والله موجودة الآن مئات ما فيش والوعد فكر حتى الشيعة يا المقنع أهلا بسلام بك أنا أجيبك طب ممكن تنقل الحديث اللي في صحيح البخاري؟ شلون؟ ممكن؟ ولا بلاش لأنك مش تتعرف تنقله فأنا هقول لك هرد عليك إن شاء الله ايه رد بس سؤالي كل شي ما أريد حابب حابب لماذا تترضى على من قتل فاطمة الزهراء؟ فقط هذا طيب فهي فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم الآن أنا كمسلم شيعي فقط أعطني المجال يعني دقيقة وحدة أريد من وقتك أنا اليوم كمسلم شيعي الله ربي محمد نبي علي ولي الله كتاب القرآن قبلة الكعبة لا أطفى إلا حول الكعبة يعني أنت ترى اللي بيتوف حول قبر الحسيني مش مسلم؟ اللي بيتوف حول قبر الحسيني مش مسلم؟ من اللي قال لك؟ من اللي وصل لك هاي الفكرة؟ أنت جايت تحشي بحد شي جايت سوى طائفة بيننا وبين أهل السنة أنت ليش ما توضح للعالم يا أخي؟ أنت أهل السنة أنت أخاصة أهل السنة شيوخ تقولون عنا مشركين إحنا مو مشركين اللي بيتوف حول قبر الحسيني دا حكمه إيه؟ لا إحنا ما نتوف الإمام الحسين بثمين أبواب فالعالم تروح تفتر على البيبان شوف يا باب فارحة بقولك اللي بيتوف حول قبر الحسيني وأنا هاعرض لهم فيديو الآن مشهد من دوافع الزائرين حول ضريح الإمام الحسيني هاعرضه للناس اللي بيتوف حولين ضريح الإمام الحسيني دا حكمه إيه؟ إليك وقتك شيخ رامي إليك وقتك ولي وقتك لا أنا مش في مناظر يا حبيب عشان ليك وقتك ولي وقتك أجبني بقى أنا سيب لك تلقيت شبا وأنا هلقه لك دلوقتي هارد عليه أنت شايف الناس اللي بيتوف حولين القبر المنسوب للحسيني رضي الله عنه دول حكمهم إيه؟ واللي بيبوس الشبابيك دوت وقعد يبوس الباب وده ده ده مش قرآن السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح السلام عليك يا وارث إبراهيم السلام عليك يا وارث موسى السلام عليك يا وارث عيسى أيها بقى هتلنا بقى التواف بقى هتلنا التواف أهم 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 بص 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 دخني يتمسحه يتبرك أهو أهو بص 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 امسح امسح يا موالي خد البركة هو ده بيمسح بص بص ده جايب حتة قمشة بيمسح بيها وده بص بيمسح ايه بص 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 مين اللي قالك ده الحديث ده بكتوب على ميد انشاين ده مت انشين اللي انتم بتتبركوا بيه دوت يا حجي حج الله يشرح صدرك للحق يا رب اللي انتم بتتبركوا بيه دوت مت انشين بص 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 بتبكي هنا ليه كن منكسر يا حجي لله وانت يا حجي مسكلك مصحف بدل ما قعد تمسح في اللبواب كده يا حجي خليك معايا يا مقنع خليك معايا يا مقنع باوريوم حاجة تمسح على وشك ايه ده طراب طراب يا حجي وانت بتدعميه يا عم ادعي الله سبحانه وتعالى ادعي الله سبحانه وتعالى هوت توافت ولا مش تواف ده تواف ولا مش تواف بس 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 خلاص علقت القلوب بغير الله تبارك وتعالى والخواتيب نحن لأنا مسلم شيعي أطوف بالكعبة ده ايه يا حبيبي مش تعمل على الene للأطفال دي توف ولا مش تواف يا شيعي توف ولا مش تواف وانت عمل حاجة تبكي يعمل عبادة لله العبادة لله وانت دعو الله لا تدعو الحسين تواف ولا مش تواف وغيبته لك اكثر من مرة هوت بص التواف هو بص ميتوف اه انت جايش شوش على المسلمين اظهر لهم الحقيقة انا جبت الحقيقة او ده فيديو بص يا مسلمين العتبة العتبة الحسينية المقدسة وبص الفيديو هوت فيديو من العتبة الحسينية المقدسة والقناة الرسمية للعتبة الحسينية المقدسة يا عم بالله عليك يا المقنع يعني ما تحولش انك تحولش اقول لك موعد مع الله يا رامعيسي طيب يا حبيبي ايه رأيك بقى في ناس بتطف حولين القبر الحسين انت قلتلي لا انت بتطف حولين الكعبة فقط حكم اللي بيتطف حولين القبر الحسين اشرك انا لا اشرك انا بقولش عليك انت انا بقولك دلوقتي يا حبيبي في ناس بتطف حولين قبر الحسين رضي الله عنها انت بتقولي القبر المنصوب للحسين أصلا فأنت بتقول لي لا أنت لا تتوف حول قبر أنت بتتوف حول القعبة فقط سؤالي ليك الناس اللي كانت بتتوف حول قبر الحسين أنت مش عايز تصنع شكراً لك شكراً لك روح يا عم شفتم يا شيعة التواف اللي حول القعبة استبدلوا بالتواف إلى قبر الحسين الوقوف في يوم عرفة عند القعبة في يوم عرفة في يوم الحجيج يوم الحج الأعظم أو يوم الحج الأكبر جعلته حج عند قبر تقف عند قبر الحسين يكتب لك مليون حج أو مليون عم وما تطفش حول القعبة وتطف حول القبر يساين خلط منتك كده كده يكتب لك مليون حجة ومليون عمر أهود يا شيعي أخفي إيه بس الحقيقة واضحة بينة والكل يعلم الحقيقة والكل يعلم الحق من الباطل أما شبهة التي أنت أتيت بها ومن قل لك أن عمر قتل الزهراء يا ذنب الله ومن قل لك وين كان علي رضي الله عنه هل يصدق بهذا شخص عنده عقل أن علي عمر يقتل زوجة الإمام والإمام يزوجه بنته ويبقى مع الإمام على طول ويخرج معه في الغزوات وكل ده وما يتذكرش وقول آه ده اللي قتل زوجتي يا عم أفيق بقى أفيق بقى أم مريضة فاطمة رضي الله عنه فعندك في نهج البلاغة لابن ميثم البحراني في المجلد في صفحة 875 فرديت بذلك وأخذت الأهد عليه أي رديت على أبي بكر رضي الله عنه والنص طويل وعندنا رواية في سنة البيهاقي أنها استأذن أبو بكر فأذنت له ورديت يا عم يسمي نفسك المقنع أفيقوا بقى نريدكم أن تجعلوا العبادة لله ليس لغير الله شفت اللي كان منكب على باب مش الضريح على الباب اللي برة ومنكب عليه وبيبكي يا عم يجعلوا العبادة لله ابكي والله لو في بيتك وتبكي وأنت عمري ما شفتوا عن منهم قاعد كده في مسجد ويبكي خاشئا لله ابكي خاشئا لله مش تروح تمسحلي في التراب وتحط عليك والجفل مكتوب على ميد إن شاين سيني وتعطي الحسف إيه يا عم القرف ده اللهم هديهم يا رب يخذ بقيته إلى نور التوحيد أقل ما تفعله الآن بعد هذا الفيديو أن تضغط إعجاب وتشارك رابط الفيديو ولا تنسى أن تشغل الإشعارات كي يصلت كل ما هو جديد